السلام عليكم ورحمة الله سنتحدث عن الفوائد السبب المذهلة وغير المتوقعة للزنك من بين جميع الموضوعات المتعلقة بالصحة تعد إضافة هذا المعدن النادر إلى النظام الغذائي سببا في تحسن صحي هائل وذلك للضوء الكبير للزنك في عمل أنزيمات الذي يفوق ما تساهم به جميع المعادن الأخرى مجتمعة وبالمناسبة يعاني ما يفوق المليار شخص من نقص الزنك لأن إحدى المشكلات المتعلقة به عدم قدرة الجسم على الاحتفاظ به لذا فإن نسبته تنخفض في الجسم فور التوقف عن الحصول عليه من الغذاء قد تظنون أن بالإمكان الكشف عن نقص الزنك من خلال الخضوع لفحص الدم إلا أن أغلب الزنك لا يكون في الدم وإنما داخل الخلايا إن أكثر ترك الزنك يكون في غدة البروستاتا وذلك لدورها في إنتاج الحيوانات المنوية والتيستيستيرون وغيرها يساعد الزنك في الحفاظ على مستويات التيستيستيرون لذا فإن نقصه يؤدي إلى مشكلات كتراجع التيستيستيرون وتناقص الرغبة الجنسية وقصور الغذاء التناسلية الذي يتميز بضمه الخصيتين يجهل كثيرون أهمية الزنك للحفاظ على مستويات التيستيستيرون وهذا مثير جدا للإجتمام يتمتع الزنك بدور كبير في الحفاظ على مستويات الإنسولين واتحاد الإنسولين بخلايا الكبد أما ثاني أكثر الأماكن تركزا بالزنك في أجسامنا فهو البنكرياس وخصوصا في الخلايا التي تنتج الإنسولين وتدعى خلايا بيطا ولهذا يحتل الزنك أهمية كبرى في التعامل مع مرض السكري يسبق الإصابة بمرض السكري بعد مقدمات السكري ويسبق تلك المقدمات الإصابة بمقاومة الإنسولين إذ يعاني أكثر مرض السكري من مقاومة الإنسولين يعاني أغلب سكان العالم من مقاومة الإنسولين إلا أن أهمية الزنك في الوقاية من مقاومة الإنسولين هي معلومة لا يدركها الكثيرون ولكن كما تعلمون فالإصابة بمقاومة الإنسولين تزيد كثيرا من قابلية تشحم الكبد وتشمعها وتزيد من قابلية الإصابة بالسكسة الدماغية والنوبة القلبية والبدانة وارتفاع ضغطا إن نقص الزنك تسبب بإضعاف خلايا بطا المسؤولة عن إنتاج الإنسولين لو فكرتم فيما يميز مرحلة مقدمات السكري عن مرحلة الإصابة بالسكري عند الإصابة بالسكري يفقد الإنسولين فعاليته وتتراجع نسباته في الجسم ويأخذ سكر الدم بالارتفاع برجعان السيطرة لأن الإنسولين هو ما يضبط سكر الدم عند الاكتار من تناول السكر يتدخل الإنسولين لخفض سكر الدم ومنعه من الارتفاع وهكذا يضبط مستواه وقد يستمر ذلك لمدة من الزمن ولكن مع مرور السنوات بحلول 15 أو 20 سنة فإن ذلك قد ينهك خلايا بطا ويعزى ذلك إلى أنه مع مرور السنوات يتناقص مستوى الزنك الموجود في البانكرياس وهو ما يضعف خلايا بطا وعندها تحدث الإصابة بالسكري وغيره من المضاعفات الأخرى فالزنك أحد أقوى مضادات الأكسادة ولكن الاكتار من الكربوهيدرات وما يترتب عليه من ارتفاع الإنسولين يستنزف الزنك بشكل أكبر فكيف نميز السبب عن المسبب؟ يجعلنا نقص الزنك غرضة لضعف خلايا بطا وكذلك فإن النظام الغدائي عالي الكربوهيدرات يستنزف الزنك من الجسم وتفاقم الإصابة بالسكري مشكلة نقص الزنك ومن هنا نجد أن الزنك تمتع بأهمية كبرى في التغلب على مقدمات السكري ومرض السكري لأنه يساهم في خط سكر التن ويعزز حساسية الإنسولين ثالث شيء وهو أيضا في غاية الأهمية وهو عن ثالث أكثر الأنسجة تركزا بالزنك في الجسم ألا وهي العضلات فالزنك ضروري لعملية إصلاح العضلات وتجديدها حتى عند نقص الزنك فإن العضلات تحتفظ بوظيفتها كما يجب باستثناء عضلة واحدة وهي العضلة النعلية فما هي؟ إنها العضلة التي تقع أسفل عضلة الكاحل وعضلة الساق وتتوضع عميقا وتتصل بوثر أخيل وتتحمل مقدار كبير من الوزن ومن بين جميع العضلات في الجسم فإن العضلة النعلية تحوي التركيز الأكبر من الزنك وتحتل أهمية كبيرة في قدر على التحمل ومن الضروري أن يتمتع عداء المسافات الطويلة بعضلة نعلية سليمة تماما وكذلك لاعبوا كرة سلة لتأدية حركاتهم فهم بحاجة إلى عضلة نعلية سليمة تماما ولكن نقص الزنك قد يؤدي إلى ظمور العضلة النعلية واختلال في قدرتها على الإنقباض والإنبساط وهو ما يجعل الشخص أكثر عرضة للتعرض للإصابة سواء في إحدى الركبتين والكاحل ووتر أخيل إن محاولة تعزيز عضلة الكاحل مع عدم توفر ما يكفي من الزنك قد لا يمنح أي نتائج وبالمناسبة فإن نسبة الزنك في اللحم الأحمر تفوق ما في اللحم الأبيض بأربعة أضعاف في حين أن كثير من الأشخاص المداومين على التمر يتناولون صدر الدجاج والبروكولي والأرز والحبوب ويجهلون أنهم بامتناعهم عن تناول اللحم الأحمر بما يكفي لن يحصلوا على نسبة الزنك التي يحتاجونها كما أن تناول الحبوب التي تحوي على حمل فيتك وهو مادة كيميائية طبيعية تمنع امتصاص الزنك وغيره من المعادن سبب آخر في نقص الزنك إن نسبة كبيرة من سكان العالم يعانون من نقص الزنك بسبب تناول رقائق الحبوب التي تصنع من الحبوب وتمنع امتصاص الزنك ولهذا يحتل الزنك أهمية كبرى لصحة العضلة النعلية وفي حماية الركبتين والكاحلين والقدرة على تأدية التمرينات الرياضية رابع شيء الغدة التيموسية أي الزعترية وهي الغدة التي تلعب دور رئيسي في الجهاز المناعي وتقع أعلى القلب وتختلف عن الغدة الضرقية إن إحدى أكبر المشكلات المترتبة على نقص الزنك ضمور الغدة التيموسية ويترتب على ذلك تناقص الخلايا التائية وتناقص الأجسام المضادة وهو ما يؤدي إلى تراجع قدرة الجهاز المناعي على الدفاع عن نفسه وتراجع قدرته على صد العدوى واستقرار العدوى مدة أطول في الجسم في حال نقص الزنك خامس شيء يسبب نقص الفيتامين ألف مشكلات في القدرة على النظر ليلا يتمتع الزنك بنفس أهمية الفيتامين ألف في تنشيط صيغة نشيطة من الفيتامين ألف لذا فإن نقص الزنك حتى مع تناول نسبة كافية من الفيتامين ألف قد يؤدي إلى مشكلات في القدرة على النظر ليلا أي أن الفيتامين ألف يحتاج إلى الزنك لكي يعمل بفعالية سادس شيء أهمية الزنك لصحة الجلد يسبب نقص الزنك جفاف الجلد وتقشره فيصبح خشي الملمس ويفقد صفائه سابعاً الالتهابات المعاوية إن كثيراً من العلاجات المستخدمة في قرحة الأمعاء الدقيقة أو المعيدة تتحسن إلى حد كبير باستخدام الزنك إن نقص الزنك يزيد احتمال الإصابة بالمشكلات الالتهابية كذلك فإن وجود الالتهاب في الأمعاء قد يعطل قدرة الجسم على امتصاص الزنك ولهذا نجد كثيراً ممن يعانون من الالتهابات الأمعاء يعانون أيضاً من مشكلات الجلد بسبب قلة امتصاص الزنك والآن كيف يحدث نقص الزنك؟ تمت عدة أسباب قد يسبب تعاطي الحبوب من الحمل نقص الزنك والكثار من الكربوهيدرات المكررة أو السكر جميعها تسبب نقص الزنك وحمد الفيتك الموجود في الحبوب فهو يثبت امتصاص الزنك والتوتر وارتفاع الكورتيزول وتعاطي عقار البردينيزول وهو سيغة استيناعية من الكورتيزول لأنه يستنزب الزنك وكذلك نقص حمد الهايدروكلوريك قد يمنع امتصاص الزنك ويعد نقص هذا الحمد شائعاً جداً عند تجاوز السنة الخامس والأربعين وكذلك شرب الكحول يسبب نقص الزنك أيضاً من أراد أن يتناول الزنك فليأخذه في مكمل عالي الجودة مع جميع المعادن النادية ونكتفي بهذا القدر السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة